وبالعكس أصلاً يعني ممكن أحكي بشكل عام الوضع العراقي الوضع العراقي متدهور للأسف بسبب الطائفية السياسية والمحاصصة الطائفية وإذا مصر مشتغلنا بوحدة وطنية ونبني مؤسسات البلد على أسس سليمة فما رح نطلع من هذا الطائفي للأسف كيف تريدون أن تشتغلوا على الوحدة الوطنية يعني الواقع أنتم تعلمونه جيداً وأنت وصفته بالمحاصصة بالطائفية السياسية كيف يمكن لإئتلاف الوطنية اليوم في هذه المرحلة اليوم أن يكسر هذه الطائفية السياسية ما هي المستندات التي ستستندون عليها لكسر هذه الطائفية السياسية المرتكزات أقصد مبادئنا نفس ما هي صارت بقت كما هي طول هذه الفترة ونحن لدينا مرشحي في العراق كلها لم نقيد في منطقة دكتور أياد علاوي الحمد لله والشكر هو مقبول من كافة شراح المجتمع العراقي لأنه معروف أنه لا يميز ضد أي فئة أنا أتحدث مع سارة أياد علاوي ولا أتحدث مع السيد أياد علاوي وبالتالي قد تكون لديكم مجهة نظر كأتلاف وطنية ولكن لديك شخصيتك السياسية بماذا تختلفين عن السيد أياد علاوي ما هي هل لديك ملاحظات على سبيل المثال قد أشرتها على الأداء السياسي في السابق وتحاولين أن تغير اليوم لا يعني أكيد أنا مؤمنة بمشروع دكتور أياد علاوي يعني جزء من هذا المشروع ومؤمنة بمبادئة نحن عندنا قضية وطنية ونحن نشتغل بهذا الشيء أنا كوني أني شابة وأمرأة مثلا ممكن أكون أقرب هذه الفئات وأتفهمهم أكثر طب ما هو مشروعك تجاه المرأة على سبيل المثال باعتبارك تتحدثين عن المرأة من ضمن منهاشك أنت الانتخابي ماذا هيأتي للمرأة ما هي رأيتك وخطتك للمرأة العراقية أن نحافظ على القوانين التي تحمي حقوق المرأة ونعمل على تحديث قوانين للمرأة حتى المرأة ممكن تأخذ مساحتها مثلا أعطني مثلا أعطني مثال لهذه القوانين التي تريدون أن تستحدثونها لا يعني هسا على سبيل المثال مثلا أكون قوانين أحنا أو تعديلات قوانين أحنا اعترضنا عليها اللي هو مادة 57 لتنهب خطتك قوانين بالحديث قوانين بالحديث